بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير في الجزء الأول من هذه الحلقة سيكون معنا النجم الكبير الكابتن عمر الحلواني سيكون معنا ناسف في الجزء الثاني من هذه الحلقة أيضا في الجزء الأول سيكون معنا أيمان جيلبرتو وعصام شالتوت أستاذنا الأستاذ عصام شالتوت الحقيقة أريد أن أبدأ مع حضراتكم أن الكلام اللي أنا سأقوله ده هو كلام مش موجود في الكاميرا الخفية أو إحنا مش بنعمل برنامج للكاميرا الخفية إحنا بنعمل برنامج عن الرياضة المصرية عن الرياضة في النادي الأهلي وعن الرياضة المصرية أنا بكلم حضراتكم بأمانة أو زي ما بقول لحضراتكم الجو اللي إحنا بنعيشه في الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة يعني أنا بحط نفسي بصراحة يعني أنا بحط نفسي مكان لعيبة المنتخب الأولمبي مفروض أن أنا كلعيب مجهز نفسي ومجهز شنطتي عشان أسافر النهاردة وروح إلى باريس فجأة حد ييجي يقول لنا لا معلش في مشكلة في الورق وحضراتكم مش هتسافروا اللي هو إزاي يا جماعة ده منتخب وإعداد ومعسكر وحجوزات ومتشات ودية وأحمال تدريبية وخطة عملها المدرب وتكاليف مالية من فنادق وملاعب ومتشات والتزامات وفي الآخر اللعبة دي لو اتغلبت ييجي واحد يقول لك إيه اللعبة دي فشلة اللي هو إزاي فشلة يعني اللي هو بعد كل اللي احنا بنسمعه بغض النظر عن مين هو السبب تحد الكرة نزل بيان قال في إنه هو ماليوش علاقة وإنه هو مستني التأشيرات من السفارة الفرنسية أو الـ ID بتاع اللعيبة اللي هو بيعتبر تأشيرة ولكن يعني إيه بأسة منتخب مصر اللي رايحها الأولمبياد ما جهزتش ورق السفر أو ورق السفر لسه مجلهاش رغم إن التأشيرات محجوزة وده بيان رسمي من اتحاد الكرة يعني اتقال إن البعثة كانت عامل حسابها إن هي هتسفر بالـ ID بتاع الأولمبياد حلو ده صح ولكن لما تكون مسافر الإسبوع اللي جاي عمرك ما هتعرف تخش أو يعني الإسبوعين 3 بدري عن أولى المباريات الرسمية اللي هو يوم 24 وحضرتك هتسافر يوم 11 أو 12 فاستحالها تدخل فرنسا من غير فيزا ما ينفعش تخش بالـ ID لأنه فيه وقت معين بتخش فيه لأنه فيه وقت معين أنا آسف لاستقبال الوفود اللي بتشارك في الأولمبياد على الأقل قبلها بأسبوع فأنت رايح قبل الأسبوع ده كمان عشان عندك ماتشات ودية ومعسكر هل حضرتكوا قدمتوا على بيست الشينجن للمنتخب ولا لأ طيب لو قدمتوا قدمتوا إمتى لو من بدري وما أخدتهاش لغاية دلوقتي تبقى مصيبة ولكن لو ما قدم النهاردة أو اليومين 3 اللي فاتوا تبقى مصيبتين 3 الاستهتار بالرياضة المصرية وصل إلى هذه الدرجة وصل لمرحلة غير مسبوك فيه حاجة غلط يا جماعة ويجب أن نعترف والقاعد بيتكلم برتم هادي جدا يجب أن نعترف أن احنا عندنا مشكلة فيه مشكلة بتحصل فيه حاجات غلط كتيرة جدا ووضحة وضوح الشمس يجب أن يكون هناك وضع لحد اللي بيحصل تخيل حضرتك أن أنت يجي عندك خبر الصبح أن منتخب مصر معهوش فياز يسافر لأن الوضع اللي احنا فيه ده خطر على مستقبل الكرة والرياضة في مصر يعني هو فيه كده في الدنيا يا جماعة هو بجد الكلام اللي أنا بسمعه ده بحقيقي أنا من الصبح لغاية دلوقتي بحاول أفهم الموضوع ده ماشي إزاي مش مصدق نفسي والله العظيم أنا والله أنا حاسس أننا في الكاميرا الخفية أنا حاسس أن اللي بيحصل ده يا جماعة ده هو اللي احنا شايفينه من تراهل إداري ده طبيعي وبعدين حد يطلع يدافع وحد يطلع يقول وبعدين في الآخر تيجي على اللعيبة تقول لعيبة فاشلة ومنتخب فاشل ومدرب فاشل على فكرة ميكالي من المدربين الجيدين جدا وده كلام بسمعه من كل اللعيبة اللي كانوا موجودين واللعيبين اللي موجودين لعيبة جيدة وتستحق ولكن هو إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ أنت فين يا بركات في القصة دي؟ أنت فين يا كل الناس اللي موجودة في اتحاد كرة القدم أنتوا فين في القصص دي؟ بيستنين آي دي؟ اللي المفروض أن أنتوا كلكوا عارفين وكلكوا أسات زكبار في الإدارة في اتحاد الكرة كلكوا عارفين أنه هناك معاد محدد لاستقبال الوفود ما ينفعش تروح كده قبله وهل ينفع أن أنت تكون مقدم على الشنجن ومنتخب مصر؟ منتخب مصر يأخذ وقت أطول من شهرين أو إذا كان ده اللي محدش الداني المعلومة دي صراحة هل ده كلام يا جماعة؟ هل ده كلام ينفع يتقل؟ هل ده لو الواحد طلع قاله؟ زي ما حضراتكم شايفين هل لو الواحد طلع قال الكلام ده لحد؟ هقول لي يا عم أنت تشغل يا ابني في برنامج الكاميرا الخفية مش في البيت الكبير لو حد عاب يتفرج عليها دلوقتي هقول لها يا جماعة أنتوا أنتوا بتهزروا كلام ده استحالة يحصل والله يا جماعة مش أنه اللي بقول أقول بيانا هو المنتخب الأوليمبي ينتظر استلام التأشيرات للسفر إلى معسكر بوردو أنا والله ما مصدق أن ده بيحصل طرحه الإداري كبير جدا 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 المفروض أن خبر زي ده لو شفته لو يعني كان ينفع أن أنا شوفه كنت أشوفه قبل السفر بأسبوعين ثلاثة مش يوم السفر طب أنا عايز أقول لحضراتكم أن اللعيبة كانت عاملة حسابها أن هي مسافرة والله ما يعرف بجد أنا مش بهزر والله اللعيبة ما تعرف حرام علينا والله حرام علينا كمنظومة رياضية اللي بيحصل للمنتخب الأوليمبي قبل السفر إلى أوليمبياد باريس 24 هل ده طبيعي يا جماعة اللي بيحصل والله ما لاقي كلام أقوله والله ما لاقي كلام أقوله ولا أعرف أقول إيه في مثل هذه الحالة لا أعلم كيف أتكلم أو لا أعرف كيف أتكلم لأنه مش عارف مش عارف عموماً إحنا في ظهر منتخبنا وحنفضل وقفين في ظهر منتخبنا لأن اللاعبين والجهاز الفني ليس لهم علاقة بما يحدث اللاعب أو الجهاز الفني ما لاهمش علاقة باللي بيحصل ده تفكير سازج للبعض ودانا لهذه النقطة اللي احنا شايفينها إنه يتقال كده إنه يتقال إنه مستنيين التأشيرات لما تيجي فإن شاء الله لما التأشيرات تيجي حنسفر مش عايزة روح للدكتور أشرف صبح أسأله لأنه دكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة هل له يد في هذا الأمر يعني المفروض إنه هو يراقب هذا الأمر إيه اللي بيحصل لها دكتور أشرف معرفش هل لما حضرتك سمعت الخبر ده خدته عادي دكتور أشرف من الناس اللي بتحط إيديها في كل حاجة أنا متأكد إنه هو كان له رد فعل قوي جدا جدا لو عرفته حقوله لأن اللي بيحصل ده تهريج والله تهريج وبعدين هل 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 المجلس ده عشان عارف إنه هو ماشي فمش في دماغه أي حاجة يعني هل من الممكن أن نرى إن الفترة القادمة كوارث أخرى ده ده تفسيري للأمر لأنه كلهم أستاذ أكباري أستاذ جماله أستاذ خالد وأستاذ براكاته أستاذ كابتن براكاته وكابتن حازم وكابتن اللي هو مشهوره دي ناس أسماءها وكل ناس اللي موجودة ودينة رفاق أستاذ دينة والأستاذ أبو الوافة والأستاذ إيابو الكومي كل المجموعة دي ناس محترمة في حد ننسيته وناس محترمة وكبيرة وكل حاجة هل ينفع يعدي عليهم الموضوع بالشكل ده أنتو فين يا جماعة أنتو فين ومين المسؤول عن المنتخب كابتن براكات مسؤول عن المنتخب مليون إداري تحت إيدك يشتغلوا لكن اللي بيحصل ده اللي بنسمعه أنا قلت لحضراتكم من حوالي بعد ما خرجنا من كاس الأمم الأفريقية قلت لكم أن اتحاد الكرة ده ما هو إلا مسير للأعمال مسير للأعمال فعشان كده يعني هل ممكن أن نرى كوارث أخرى؟ هل ممكن نشوف كوارث تانية؟ هنشوف أكتر من كده إيه؟ بعثة أو منتخب مسافر لبوردو عشان يلعب مباريات ودية تحضيراً لبداية المباريات الرسمية وماربعة وعشرين؟ واللعبة وهي بتحضر شونتها قالوا لهم لا أصبره مش هنسافر النهاردة والله هذا حصل أنا سألت سألت بعض الموجودين قالوا ليه ده حصل فعلاً كنا بنحضر عشان مسافرين يا معا حرام عليكم أن تلهر كرة القدم المصرية بهذا التراهل الإداري الصعب جداً 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 في كل المجالات كل مشكلة عندنا فيها مشكلة إدارية واضحة بتحصل أرجو أن يكون هناك حل لولاد الشباب الصغيرين دول ما لهمش علاقة باللي بيحصل ميكالي وجهازه الفني ليس له علاقة باللي بيحصل أرجو أن أنتوا تحلوا لهم هذه المشكلة أو أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ما قدرتش أن أنا ما أتكلمش عن هذا الأمر ساعات بتفصلنا عن مباراة بيراميدز سأتكلم عن هذه المباراة وعن أهمية هذه المباراة ولكن خلونا نطلع فصل وبعد الفصل نريعا نكمل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب ديوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقرة الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شاردود وعن أعزي كل ضيوفه لوفاة النجم الكبير كابتن أحمد رفعت فالبقاء الدوام لله ربنا يا ربي أجعله في جنات وعليين بإذن الله تعالى راجل عمره مزعل حد توق كل الناس بتحبه إن شاء الله في جنة بإذن الله تعالى ربنا يصبر أهله يا رب يا رب ربنا يصبر أهله بس بعيدا عن الدوشة والقصص اللي بتحصل ده وإحنا ينفع نتكلم كرة طبعا يعني هل ينفع أن إحنا بدل ما نقعد نقول أصله مين كعمل إيه ومين عمل إيه بصراحة النهاردة برضو موضوع المنتخب الأوليمبي ده يعني أنا كان نفسي برضو الحلقة النهاردة تمشي بهدوء ولكن ما سمعته هدوء صعب يا كابتن لا يعني تمشي فني بلاش هدوء ما نفهم أصدق طبعا ما سمعته عن موضوع المنتخب الأوليمبي والله العظيم أنا بقول للناس يا جماعة احنا مش الكاميرا الخفية ده حقيقي ده حصل حقيقي سمعتنا حضرتك أنا وآيمن لأنه عارف لو مرحوش مش عايز عارف ميل غلطة بغض النظر ما ينفعش على كابتن كابتن المنتخب راح بالراجل بالمدير الفني بالطاق بالإداري بكذا وصلوا المطار مردتش أقر مردتش أكبرها ملعكس يعني الأشياء ممكن تكبر علشان نلاقي حال احنا مش دعاة يعني فرائع زي ما حضرك قلت صحيح لكن كمان احنا مش الكاميرا الخفية في جمهور بانتظر في ناس حلمها مع الجمهورية التانية مع مصر الجديدة أنه الرياضة بقى يبقى فيها الشغل ده يبقى فيها لمسة لكن حتى قول قول البيان الذي حدث بالفعل وخلاص يعني لن يحدث شيء لا أصل هو البيان يا فندم اللي بيتقال هو بيتقال إنه لسه ما فيش تقشرات مش حاجة اسمها كده هو ينفع منتخب مصر منتخب مصر منتخب مصر ياخد وقت طويل في التقشيرات ولكنوا عاملين حسابهم يا أستاذ عصام على أنا أقول لحضرك معلومات احنا في سدن 2000 التقشيرة بدان بترسل البيعثة الأولمبية الكل خد تقشيرة خلاص انت بس ربما الإعلام هو اللي بيروح بنفسه للمكاتب اللي بقيت بديل بديل الكنسوريات صحيح عشان الزحام هو ده اللي بيروحه مع ذلك يعني 100% عشان دي طبعا صفرات أجنبية نقولها بالأجنبي هتأخذها هتأخذها ما فيهاش الظهر لأنك راح في مهمة مع دولتك وبالتالي في سدن 2000 كان الـ ID card والتقشيرة أنا والزملاء لما رحنا والله رحمه سامي عبد فتاح كان معاي أخويا الكبير طبعا أستاذنا رحمه اتحولت التقشيرة للـ ID card كده يعني بطريقة وبأخرى وراحت معمول البلاستيك والآن في فرنسا نفس الكلام فما حد يشقول إنها تتبيعت هنا لا ولكن في عدد محدد من الأيام يعني عشان تروح بدري فرنسا يعني انت عشان تروح انت رايز تروح تسفر النهاردة فرنسا كان مفروض تسفر النهاردة صح؟ أي وقت هتروح يا كابتن الخلاف هيبقى حوالين هيدخلوك القرية أنا بقى مش هتكلم اللي في حاجة عرفها الخلاف معد دخولك القرية أمتى مع قبله حضراك تروح هل الأي دي هات دي بتي أول ما توصل هتأخدها أيوة ما هي ما هو الناس عامل حسابة أن هي حتوصل قبل المطش الرسمي بأسبوع مثلا أي وقت هي جاهزة هي جاهزة لا هي مش جاهزة ما هي لو جاهزة كانت تبعت لهم النهاردة لا ما بتتبعتش يا كابتن وانا متأكد حضراك بتأخدها هناك لأنه حضراك عبر ضابط الاتصال عبر ضابط أنا جاهل حضرتك يا جماعة عبر ضابط الاتصال في قرار وزاري ببعثة أولمبية دي أمرها لابسة بدلة واحدة المطار بتاعنا مش هيوقفك هيوقف المطار بتاعنا اللي عنده تصريح واللي عنده حاجات عشان يخرج منظم علاقته ايه بالتجنيد علاقته ايه بالدراسة علاقته ايه بكذا هذه الأوراق تفحص لكن الدولة بتقول ليه الجوازات هذا زعب مع البعثة الرسمية التي لها رئيس بقرار وزاري تفضل كل اللي حضرتك بتقوله ده كل الوطارات بقى حتى في أفريقيا كابتن بيبقى فيها مكتب للبطولة الحاجة الوحيدة اللي هتبقى فضلة حضرتك هتروح القرية الأولمبية امتى هو ده اللي مش من حاجة تقول له ما يجي أسبوع بدري لأن دي أعاشة وفلوس لا لا دي حاجة تانية لكن مش هيوقفك عشان يبعط لك لا لا اللي أنا عرفته بقى دي معلومة المعلومة لا طبعا بعيدة عارفت لو كانوا بيبعتوها يبقى فرنسا لسه عايشة على لمبا جهاز لا لا طبعا بيتبعت لهم عاجات تانية لكن أنا قصدي أقول لك إيه إنه ما بيتبعت لهمش الـ ID card ما قالوا كده الـ ID card مستنين ويجي عشان هم عملوا غلطة عشان هم عملوا غلطة الـ ID card ده حتى لو بيجي buy mail أو اللي هو أرقام معينة أو حاجة معينة عشان ما نبقاش بنقول على فرنسا حاجة لكن حتى لو بيجي بيجي في وقت معين ليه لأنه إنت ليك هناك أعلنوا إن سيتم استقبال الوفود الرسمية ما ده اللي بقوله لحضرتك هايخش زي قبل ما قبل هايخش يا كابتن ويسكن على حسابه لأنه هو مش هيعرف يخش يا أستاذ مش ممنوع يا كابتن والله هايخش بإيه هايخش بالتأشيرات بتاعته لأنه هم عشتأش يا كابتن الناس اللي رايحة دي يا جماعة بس الدوني فرصة الناس اللي رايحة دي لما تنزل صارت المطار الناس المسافرين هيروحوا كده وهم هيروحوا كده هم هيروحوا على الأوفيشيال هايخشوا زي قبل بتاع البطولة وهو ده ده اللي وقت معين هنا بقى بيبقى فيه ضابط اتصال هنا هو بقى ما بلغش يجوز لكن إنه هو ما يروحش عشان فيه وقت معين للوصول مش حاجة اسمها كده كل الفرق من حقا توصى لا لا ده 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 اللي تقالي رسمي رسمي بقى أنا آسف لا لا ده أنا كاللين تحدي في الاتحاد وقال لي كده قال لي يا كابتن اسلام الوضع واحد اتنين تلاتة وبيروح هناك إن إحنا لينا وقت محدد طب هم ما ما يعرفوش زي لينا وقت محدد قال لي إحنا عارفين الكلام ده هو بيقول إحنا بعتين من بدري للسفارة عشان ناخد الشنجل من بدري عشان هما رحين يلعبوا بتارين ماتشات ودية عشان هما رحين لعبوا ماتشات ودية قبل الفترة بتاعة بش حاجة اسمها كده إزاي أسلام لا أنا رأي أنا ماشيني من الاستوديو يعني رأي والله لا مفيش حاجة اسمها كده يعني دي سفارات بتحترم مواطن الدول وبتديهم نفس التأشيرة هي هي وبيسمح لك يعمل دولهم خلاص قريدي أنت مسجل عندهم دي البعثة الأولمبية أما يعني إيه المنتخب الأولمبي أرسل الأسماء فكيري الكلام ده ما هو ده ما ده الأسماء دي ليه عشان تدكت مش عشان تلعب طب تفتكر يا أستاذ عصام ليه المنتخب ما قدرش يسافر في المعادل المحدد فيه غلطة بقى في حجز الطيارة في أمر الطيران معليش بقى لكن أمر الطيران ما هو الطيران طلعوا الوراء بتاع أن هما دفعوا كل حاجة في الطيران وكل حاجة مدفوعة فما عدونش الفيزا بس طب إزاي أنت تروح المطار وإنت معندكش فيزا أنا بقى يعني لما تبقى حاجة غريبة جدا بقى يسمحولنا أن إحنا بقى نتناولها بكل بمعلومات بقى يعني أقول المعلومة ما هي المعلومة اللي عندي كده يا فندم إنه هناك شيء ما حدث في الطيران نفسه في حاجة اسمها أمر الطيران ما أعلمه يبدو أنه ما حدش قبلغ الشركة اللي متأجرة منها الطيران على ما عد بعينه يعني كان متقل من أسبوع ولا حاجة تمام حلو وبالتالي يلا بينا النهاردة هب الورق ده مخلص الإذن الطيران ده مخلص ده المفروض يخلص بكرة مثلا المفروض طيب لو مسافروش بكرة يوم مسافروش بكرة بقى يبقى في حاجة يبقى في مشكلة في 22 إداري ها مصاحبين للفرقة يعني من ضمن بقى بتوى الاتحاد ومش عارف إيه يبقى ده بقى اللي مستني شينجن أبو أنا على مسؤوليتي يبقى ده موضوع ثالث أنا بجد ما هو صح هبصوا هولا عنده هولا ما عزيني ما عادش فهم حاجة كلام ما عادش فهم حاجة يعني أنا الكلام اللي يتقلي حاجة والكلام اللي بيتقلك حاجة تانية والكلام بيتقلي السؤوس العصام حاجة تالتة وكلام غريب جدا وعلى فكرة كلام السؤوس العصام يقوله ده كلام منطقي هو ده اللي بيحصل في كل حتة في العالم ولكن في وقت معين يعني اللي هو إيه البطولة هتبدأ مثلا مثلا يوم عشرين فانت ديك لغاية من يوم 14 ليوم عشرين مفيش مشكلة قبل 14 لازم تاخد لازم تاخد تأشيرة لو داخل البلد أو حتى تأشيرات تأشيرات العام أيوة ويبدي بحجازات القتلات والمصروفات عشان الله يحمل الدواء المنظمة أي عبق لكن ما فيش شنجن تاني يا جماعة البازجور مش هيشيل اتنين شنجن ده إجراء خطير ما حادش يعمل كده أبدا أوكي هو في مشكلة خلص في الأخر أنا شخصيا هي ايه المشكلة برضو يا عبق أنا دلوقتي كلعيب كرة ماليش علاقة باللي بنتم بتقولوا ده وعملين لو أنا قاعد بيتفرج علينا هو حد دلوقتي هقول لك أنا ماليش علاقة باللي بيحصل أنا علاقتي الوحيدة إن أنا عندي ماتش يوم 14 و17 ودي عشان ألعب أحدى لنفسي اليوم 24 وده نوع من أنواع العبس اللي احنا عايشين هو كابتل الإسلام عبس إداري خطير جدا بتتكلم على اتحاد كرة بيحتفل بالمئة سنة يعني بنحتفل بقالنا بنحتفل مئة سنة أو مية واحد سنة كرة عدد عدد يعني وبنتكلم في أمور إن الناس فجأة طلع تقول لك أنتوا بتنتقدوا أنتوا بتهجموا بتسمع تصريحات غريبة السيارات الإسعاف لو بالنسبة تبعد سيارات نقل الموت طبعا فده لوقيا كابتل إسلام بجملة بجملة اللي احنا عايشينه فده بالمرة فالنهارده طب هتيجي تحاسب مين هتقعد برضه نفضل ايه تشك اللجنة واللجنة تشك اللجنة ونقعد يدور ومش هنلاقي مش هنلاقي حد يتحمل المسئولية هنلاقي زي ما كنت أستاذ عصام كابي قال إن مثلا لو اللجنة الأولمبية محددة إن المنتخب الأولمبي فيه 18 لعيب وفيه 15 فرد من الجهاز الفني ممكن نلاقي إن مثلا البعثة لو هي من المفترض تطلع 30 شخص على نفقة اللجنة الأولمبية الدولية أو الأولمبيكس يعني بطولة هتلاقي أن أنت ممكن عندك 50-60 واحد في البعثة مثلا فدول صحيح المصرفات أو الإجراءات اللي بتبقى زيادة ممكن أنت تكون مثلا ما خدتش فيهم الإجراءات إجراءات معينة أو زي ما أمر تاني إن أنت مبلغتش مثلا أنت مفروض هتسافر في الوقت ده فالشركة الخاصة بالطيران مثلا ما كانتش مجهزة حصلت مع فرق قبل كده يا جماعة في الرحلات هو من الواضح لا لا تقال لي أصلوا حاجة ما معرفش مصدر آخر قدت منه قال لي إحنا لا كل حاجة دفعين كل حاجة وعمين كل حاجة كابتن بالعقل لا والطيارة بستنية وكل حاجة بالعقل 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 أصلحنا مش في بلد والمنتخب بتاعنا كان منقطع في فندق وفجأة قالوله يلا روح المطار فما راح المطار فوجئة دي اللعبة دي لبست وتهندمت ويلا يا ابني الباص ههو يلا طلع على المطار اللي هو مطار القاهرة عشان نركب الطيارة إزاي في إجراء غلط مفيش معانا أجانب مفيش معانا أجانب اللي أنت بتقوله صح والأنا بقوله صح والأيمن بيقوله صح واللي فلان حيقوله صح كل ده صح المهم إن في حاجة غلط ففكركم حاجة مش كان الكلام على يوم الخميس الصبح لا ما هي الطيارة الخاصة يطلع في أي وقت بس كان الكلام المعلن وإحنا كاتبين لا أولي الأربع قالوا الخميس صباحا بعد الميران يا إما صباحا يا إما مساء المنتخب يغادر الكلام ده الأسبوع اللي فات ممكن بقى حالك عشان أن أنت أضرب أنا بقول لحضرتك دي الحاجات اللي بيبعتوها ثم فين أصلا اللي المفروض يطلع يكلمنا مدير المنتخب أنا آسف يعني طيب ما تحاولوا تجيبه لنا كابتن ما تجيبه لنا الراجل حرب ده يا جماعة بعد إذنك يا محمود لو سمحت كده حاولت تجيب لنا كابتن حرب نفهم منه آآ آآ يعني بجد والله ما فيش حاجة بس أولنا يعني خلاص خلصت الشغلانة نمى في الآخر وإيه إذا تتحدث بعدين اللعيبة اللي قدر الله لو اتغلبنا ولا حسنا يقول لك عم دي لعيبة فشلة دي لعيبة مش عارف إيه ومعهم مدرب دفعين فيه فلوس رمينا في الأرض مع إن الرجل مدرب كويس عن اللي نعمه عنده سيفي وعنده سيفي جيد وعنده شغل دائج وحتى في البطولة اللي هي الخاصة بالتأهل نتائج جيدة جدا والمنتخب يعني العناصر اللي فيه مميزة فلا الأمور من المفترض أصلا وكمان الظروف اللي في البطولة والمجموعة والمجموعة والمنتخبات حتى بتقول إنه يعني ممكن مرة دي عندك فرصة أو أمل أن أنت تنافس حتى أو توصل لفكرة المربع الزهبي عكس الفترات السابقة فيعني أتمنى أن القصة العبس الإداري اللي بتعيشه الكرة المصرية ده يخلص لأن في الآخر كلنا متضررين إحنا كلنا عايزين نتفرج على ماتش كرة ونتبسط بالزبط نحن عايزين نلعف مع منتخبنا بالزبط كل حاجة لكن النهاردة هتيجي تطلع لي مشكلة اللايحة مش عارفين تنظموها اللي مش عارف إيه مش عارفين بيحصل في إيه حتى أنا آسف يعني القضية اللي اللي فجرت بعد مبارات بيرامدز والاتحاد عن أسلم عارف ليه لأن السورس ورقي حتى الآن يعني فيه دفتر كده بالزبط لا ده ده الصورة اللي منتشرة فضيحة عارف الصورة اللي منتشرة للإنذارات اللي اتخذت ده أنا مكتبك ده أنا تحت مكتبك حاجة طبعا لا الدفتر ده غرياضي ومشتوق أولا الدفتر ده بيبقى دفتر كده لا معدود أحيانا فيه دفاتر بتبقى رسمية معدودة ومختومة بيختم شعار الدولة عشان محدش ياخد ورقة زيادة أو ينقص ورقة فيقولك هذا الدفتر مسلسل مقت ورقة مسلسل فيه دفتر بقى ما لمسلسل ولا حاجة كده أنت رحمة شاط كحكم يروح مديلك شوية عشان يبقوا معاه معاه تمام تغلط في حاجة تصلح تعمل إزاي بعد مية وحاجة سنة كورة أقدم واحد من أقدم متحدات في العالم مش حاطة ده على أبليكيشن يعني أنا وإنت وأي حد يخش إداريين الفرق تخش على أبليكيشن موقع يا كابتن موقع رسمي لاتحاد الكورة أو موقع رسمي رابطة الأندية أو أي حاجة لأن الناس بتعتمد عليه الناس تعتمد على أبليكيشن اللي هي اللايب سكور ودي مش مصدقياتها مش ما في المية أصل فيه الورقة هاي اللي سلمها الحكم سلمها المين ومين ادقى المين ومين ما يقولش إنها الشدت أو ما الشدتش طيب ما تبينوا الأمر وننهي القصص دي وتبقى لصالحكم والصالح أنتوا بتزعلوا على جهدوكو وعلى الناس اللي بتطلع أن جهدوكو غير مشكورة ولا أنا غلطان تخلوه مشكورة اهو اعملوا الحاجات دي النهاردة أنت أصارت جدل على موضوع مايلي ده قبل المباراة العلي والنهاردة أن أنت الناس تتكلم ده آه ده ممكن يتخصن على أساس أن أنت بتراجع كده أو للدكة مثلا طلع كارت للدكة مو كانت باش عارف ده لعيب ولا إداري ولا مدرد تفاجأ بعد كده لأ أصلا اللعيب يعني كان فيه كس عشان نقفل القصة دي لطارق حامد مثلا في سنة من السنين والناس قالت لا ده لعب ومعه تلت إنذارات فلما عملنا اتصالات ورجعنا لإنذارات على المواقع كلها بتقول أهل نطارق حامد لو بالتسلسل ده هو لعب وهو معه تلت إنذارات لأ ده طلع إنه هو وقتها كان المسأل الكاس بيترقب مع الدوري وهو كان حاكم أجنابي في مباراة أمام الاتحاد السكندري وفي الأكسترا اللي هو الوقت الإضافي وهو خارج من الملعب كان فيه مشكلة خد إنذار بعد البس ما تقطع ما تقطع فده تسجل وقتها ده الإنذاري التالت وقتها في المطش اللي بعديه معكيها بنعد من الأول فهي الحاجات دي كلها لو نهار ده تحط على سيستم وعلى الموقع إنت النهار ده تقدر تخش عليه تراجع كل الحاجات دي موضوع سهل لكن إحنا في عبس فالنهار ده حضرتك لما تيجي تقول إن المتخب الأولمبي ما سافرش عشان خطأ إداري فخلق قل لا بجملة قل لها كابتن مدير الفريق إزاي ما يردش على تليفونات ليه ليه أنا أولا أعمال أبعط له أنا باسك التليفون حتى بعمل أبعط له ليه هو وده غلط أو عيب يعني طمن الجمهور إن أنت في قناة ما ياش فتح أبوابها علشان على رأي حضرك تناقش وتؤزم الأمور أنت بس عايز تقول للناس ما إنه أنا لما حد والله أنا حد بعيدتلي دلوقتي بيقول لي يا كابتن هنعمل إيه وحيسافر حد يعني طب نشوف في قناة تانية ولا نعمل إيه ما إحنا عايزين حد صحيح إيه بيحصل إحنا معلوماتنا أنا معلوماتي زي أستاذ مهم يعني إنه في خطأ طب الناس هتسافر أنا مش عايز أعرف مين اللي غالبها عايز أعرف بالناس هتسافر إمتى هل تحط على الموقع الرسمي الكلام ده حضرك جبت من مصدر وأنا من مصدر وربما غيرنا من مصدر تم تكتبه كتوبة وتحطوها على الموقع وتحط على الموقع الكلام اللي أنت معاكيد وصل لحضرتك والكلام اللي تحط ده كابتن ما ينفعش والله هو ده اللي موجود مش هو ده اللي موجود يا سمير وأنا قلنا كده لو سمحت البيان بتاع اتحاد كرة القدم بعد إذنك نشوفه لأنه الحقيقة بيان غريب جدا وبيان ما عايزي تقر يا كابتن عشان حتى نشوف اللغة موديانة فيه أنا هاتبعتة المتخمين اللي هم بإجراءاتها الخاصة باستخراج تأشيرات السفر إلى مدينة بوردورف بفرنسا وذلك لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو ثم العراق يوم 17 استعداد المشاركة في منافسات أولمبياء باريس 2014 ومن المنتظر هيدل ده اللي أنا بقولك عليه بقى أن التأشيرات هاي ومن المنتظر استلام التأشيرات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبياء ده الكلام اللي حالك بتقوله تبقى لإجراءات السفارة الفرنسية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبياء خلال الساعات القادمة ومن ثم التحرك إلى مدينة بوردورفرنسية ثم تسافر البعثة بالطهيرة الخاصة التي تم حجزها وسرات تكاليفها بعد استلام التأشيرات هذا ويوصل المنتخب الأولمبياء بتدريباته وكذا كذا كذا الكلام ده لو كانت اللعيبة ما نبسيتش بدل وراحت مطار القاهرة الكلام ده يتقال وإحنا كلنا منتظرين بيان إمتى يسافر المنتخب الأولمبي واللعيبة أهلها راحوا وبعتولها بسا فاكهة يعني المعسكر زي ما هو لكن أنت بتقول لي بيان زي ده واللعيبة راحت المطار ورجعت إزاي يعني ثم من الآخر أهو وأنا مش محمد السفارة الفرنسية لا شأن للسفارة الفرنسية هذه أمارة أولا القسم الكنسولي هو بتاع التأشيرات ثانيا وده أهم من أولا البطولات الدولية والأولمبي جيمز وكاس العالم في القلب منهم دول أصلا مخصص لهم قسم خاص مع عدى الصحافيين طيب الأستاذ لحمود سعيد تواصل مع كابتن حرب وقال له أنه طبعا يعني مش هيقدر يعمل مداخلة دلوقتي ليه إن شاء الله أنا مش عارفهم أنا محمود ممكن تقول لي وقال لك مش هعمل مداخلة دلوقتي صح عشان مع العشاء أو على حاجة مهم يعني قال له مش هادر يعمل مداخلة دلوقتي ولكن طيب الأستاذ محمود رئيس تحريف سأله قال له طيب يا كابتن محمود ممكن تطمننا هتسفره إمتى أو هيحصله الفترة اللي جاية قال له لسه ما عنديش ولا في حاجة تاني دل حصل بالزبط إن شاء الله إن شاء الله يعني كان نفسي أطمن حضراتكم لكل الناس اللي عملا تبعات لي ولكن ما يعني أعمل إيه أنا أو تكابت إن حربه مدير المنتخب مش يعني مش حد أكيد حيبق عنده خبر أولا وبس الأمانة هو ليس قريب يعني أسد لواء يوسف الداشوري حرب لأن اللواء يوسف الداشوري حرب أبونا كلنا اللي تعلمنا منه كل شيء حرب دي كانت صفة وليست اسم عائلة بقى على العكس محموده وعائلته حرب يعني كان الناس تعرف الفرق بس يعني لا شأنة للوقت حرب بالراجل خالص طيب حنتكلم عن مباراة مهمة يوم الجمعة إن شاء الله مباراتنا أمام نادي بيرامدز ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نجح نكمل مع حضراتكم مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية عزيزي المشاهدين أستاذ عصام مباراة للأهل وبيرامدز الأول بس هو سؤال مهم جدا لأنه يعني كل شوية حد يبعث لي يقول لي ما سلحنا لو ما كسبناش لقدر الله أو حد تاني يقول لي لو كسبنا يبقى احنا خدنا الدورة نعم ما فيش كده في الكرة ولا في منازلات الكبير بحجم النادي الأهل طبعا لأنه في الآخر الأهل يلعب مجموعة مباريات يحصل منها نقاطه وماشي في طريقه يعني طبعا أمام منافس مخدوم بيجمع نقاطه وكمان لكن وأنت تحدث طبعا عن الكبير الأهلاوي لازم تبحثت في بالك أنه مع الكبار مفيش حاجة اسمها أو إذا يعني إذا لم نفز إزاي يعني أكم من مرات فقد الأهل نقاط واستطاع تعديل موقفه لأنها منافسة في الآخر والأهل يلعب يعني بقدمه وعرق لعبيه وجهد إدارته وعندوش حلول تانية يعني وبالتالي لا خالص الأمال كلها تنعقد أننا نرد الرسالة أن جمهور النادي الأهل يكون متواجد يكون عنده هذه الثقة الدائمة في لعبته أن هم اللي عندهم الأفريجي الأكبر للتواجد في ساحة مع المنافس الموجود حاليا واللي حتى منافسك التقليدي بيزكيه لغيابه وبالتالي لا المسألة صعبة إلا بقى إذا أنت كمشجع أهلاء وهذه لا تحدث حتى 1% بدأت تقولوا إحنا لعبتنا أد الكلام ولا لا ودي عمرها ما تحصل من جمهور النادي الأهل فمفيش عنهم يعني أنا رافض التساؤل والاستفسار بالشكل ده طيب سوز أيمان السلسلة انتصارات متتالية ولكن دايما مباراة بيرامدز بيبني طبع خاصة أكيد طبعا أن هذه الأهل للفترة الأخيرة من بعد طبعا دوري أبطال أفريقيا والاستئناف مباراة الدوري مرة أخرى فيه سلسلة انتصارات فيه تجميع نقاط ولكن مباراة بيرامدز أكيد هي في الفترة دي حالية طبع خاصة طبع استثنائي من وجهة نظري طبعا متفق مع حضرتك ومتفق مع أستاذ عصام في فكرة أن ما ينفعش دايما نربط الأهل لو كسب أو الأهل لو خسر إيه لا يحصل ولكن المباراة فعلا المرة دي الأهلي بيواجه بيرامدز يمكن دي الأول مرة يكون بيرامدز منافس للنادي الأهلي بيرامدز في وضع أنه هو فيما يخص عدد النقاط وأن بيرامدز يكون قريب لهذه الدرجة من النادي الأهلي وأن المباراة نفسها يعني أن النادي الأهلي للأسف طبعا في فترة من الفترات فقدنا تقريبا يعني كان عندنا 12 نقطة نقدر نحسمهم ولكن خسرنا البنك الأهلي تعادلنا مع الجونة واسموحة وإنبي فالنقاط دي خلت أن أنت حتى برا قلت فيه 9 على أقل من الـ 12 يعني على أقل 9 نقاط من الـ 12 دول لو كنا خدناهم كنا نوصل للوضع الحالي اللي هو شبه الموسم الماضي أن أنت لما خلصت أفريقيا وبتكسب أنت بتبعد لكن أنت المرة دي الظروف خلت أن أنت بتحاول أن أنت تلحق بالمتصدر عشان خاطر لهو خلص عدد مطشات أكبر وكمان مرتاح فهنا صعوبة المطش ولكن خبرات النادي الأهلي نادي الأهلي زي ما قلنا كده زي ما برامدز عمل سلسلة انتصارات نادي الأهلي عمل سلسلة انتصارات فيما يخص عدد المورات العمل يعني البيرامدز لو كسبان 14 مطش متتالي النادي الأهلي كسبان 12 مطش متتالي حتى رقميا النادي الأهلي في أمور كثيرة أبعد من برامدز رغم عدد أن فيه أربع مطشات أقل فهذه النهاردة لازل تتحط في الحسبان ولكن زي ما كنا بنتكلم كده أنا أستاذ عصام قبل الهوى الفكرة أن المرة دي برامدز فنيا الدنيا ماشية معاه المدرب جيد يعني فكرة المعلمين في الفرقة أقل شوية فممكن داي يديوا مستقرار إلى حد ما فني المكسب فكرة المكسب يجي مكسب فهنا طبعا المباراة مرتحين فكرة أنه بيلعب مطش كل يعني مزيين مرتحين من كلهم آه يعني الدنيا مرياحة معاه خالص ويعني طلباتهم مجابة فالنهاردة كل الأمور دي ممكن تخلي أن الناس ألانا شوية وده ألق طبيعي ومهم أنه يكون موجود الثقة الزيادة تبقى صعبة وكمان لكن في نفس الوقت مش معنى أنه يكون ما يبقاش فيه ثقة زيادة أنه أنت تعطي المنافس أكبر من حجبه ومنافس جيد بيقدم كرة كويسة ولكن في النهاية النادي الأهلي عنده بعيدة عن خبرات والتاريخ والإرس كمان في الملعب يبقى فيه جمهور فهنا عوامل كتير بنتقدر دولك بترجع كافة النادي الأهلي في المباراة وعنده رقميا عدد المرات اللقاء لأنه برضو جمهور الأهلي لازم ياخد باله أنه الذي نفسك ليس أمام جوقة حوله إلا أنه تحاول توترك ما ظنش هتقدر يعني لأنه في الآخر مرة حد قالك بعد أول مطشي لها والأهلي قالك النبرة من زيدان الفريق الوحيد الذي لم يوزم الأهلي على طوال تاريخه وهو كان لسه أول موسم يلعب يعني فعنده عاوز يوطرك فأنت ما تتوطرش أن تكون حاضر في مكانك كلاعب أول مع النادي الأهلي وأنا أعتقد أن كل الأرقام وثقتك في لعبتك وفي جهازك الفني وقدرتك حاضرة طبعا بإذن الله تعالى أستاذ عسام بمناسبة كلامنا دولة النادي الأهلي الحقيقة من وجهة نظري وأنا قلت الكلام ده مبالح اتخذت موقف مهم جدا جدا بعدما رأت من أخطاء تحكمية واضحة خلال الفترة الأخيرة ضد النادي الأهلي وضد الفرق أخرى نعم ضد النادي الأهلي ولصالح فرق أخرى فاتخذت قرار بأن مبارتين بيريمينز والزمالك والمصر حيتلعبوا بحكام أجانب وده تم في مباراة الزمالك الانسحفية نادي زمالك والنهاردة أو بكرة إن شاء الله أو بعد بكرة إن شاء الله في مباراة بيريمينز شايف الأمر ذا إزاي في ظل الأخطاء التحكمية الواضحة ما باليد حيلة كابتن كلنا شفنا اللقاء يعني الذي يطلق عليه منافس الآلي الموسم ده شفنا ما تشمع الاتحاد كل ما تشمع الاتحاد صحيح يعني مش ممكن يعني يعني مش ممكن يعني انت كده كده عندك كل أمور التفوق الاتحاد قد ترخيره بيعافر مع الراجل المصلحي ومجلس الإدارة لكن الآلي لا ينظر دائما إلا لصالح عام يعني عشان الناس يعني لازم يصدقونا إنه الفكرة مش فكرة ما تشاطي أنا الفكرة إنه تاخد من التحكيم ده صورة يعني تتصق مع الحكام يا جماعة في مصر والحمد لله إن اللي جي ده راجل اللعب الدربي مدريد مرتين اللي هو الحكم اللي جاي أو قائد المجموعة اللي جاية دي لعب دربي أنا دورت عليه وقبل ما جي يعني لعب دربي مدريد مرتين أسلتكو وريال مدريد راجل حاضر دايما في كل المباريات ما عندوش يعني إلا إنه هو يكون مع القانون هي دي الفكرة اللي بيبثاها النادي الآلي واللي أنا معرفش يعني على كل شكاوة الحكام إلى متى سيظل هذا هو حال التحكيم المصري لا يجوز أبدا يعني إنك أنت تتحدثنا زي ما أي من أهل وزي ما حضرك وزي ما كل ذي عينين بيبقى صعبان عليه إن في مصر الكورة يبقى دا وضعها لما الأهلي مش مفروض يدفع تمن كل الخطايا دي ممتش زي دا كمان تحديدا بالأهلي والبيرامدز مباربة قوية جدا الفريقين على أعلى أعلى مستوى سواء النادي الأهلي أو بيرامدز حتى بيرامدز عنده فريق قوي أسكوات قوي جدا وبالتالي كان نفسنا نشوف المباربة حتى بتقيم تحكيم طبعا صعب يعني استحال دا أملك كمصري شكري أنت بتقول وكل وقت أقول كده لأنه الحقيقة لا ما لدينا يعني يبقى من العيوب يا سلام بالأول كمان الملعب يا سلام والملعب الكرة للجمهور وكذا لكن في الآخر فيه ناس مش عايزة المنظومة تكتمل يا سبحان الله وما تفهمش ليه زي اللي ما يقدرش يكلمك واللي ما يقدرش يرد واللي ليه ناس ناس واللي حاجات ورقية وحاجات تظهر عليها تنقص يجيب البتاع بتاع فيلم ليلة مراد دا زمان والألم الكوبيا ليه 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 مين قال إن مصر ما فيهاش كل هذه النمازج من التطوير عشان كده دايما المواجهة بتبقى مع النادي الآلي لأنه هو الوقت اللي بيمتلك ناصية دائم التطوير على أقل لنفسه وعشان كده ما بيشتركش في أي مناغصات أخرى إلا لو مسته الآلي فيه موقفين تلاتة عدوا وبين غير ما نقول نشر لهم تاني ما بيتكلمش انت رأيك إيه أهل ولك لا أنا مستني تطبيق اللوائح والقوانين تطبقها علي وعلى غيري ما بيقولش على غيري وعلي وبالتالي يعني بص مسألة القيمة المضافة للتحكيم الأجنبي دي مش هتلقى يعني أي من الفوائد إلا إذا أخلصت النواية وجيئة لنا بالفعل بواحد نعلمه أنا آسف يعني قريب كده من تجربة كلاتنبرج يعني احنا الوقت عايزين نعمل زي انت فيهنا يا جهاد انت فيهنا كلاتنبرج حد ما شهود له بالتطوير بس تطلق يده ويجيب معاه خبرة يا عم هاتولنا يعني هاتولنا الراجل التونسي الجميل الكابتن ناجي جويني لا عايبة أبدا يعني لكن يا كابتن احنا سمعنا عن حكم في ظل وجود لجنة جاب الكابتن أصمع الفتاح وده كلام بقى أنا حضرته معاهم بالتليفون عمل لهم محاضرة على الغداء في بيت الحكم حكم ما هواش في اللجنة مش ممكن يعني مش ممكن وبالتالي لا يمكن أبدا أن الناس تحط رأسها في الرمال في مسألة تطوير يعني عصب الكرة هو التحكيم يعني مقولة بوشكش تبقى خالدة ازاي يعني المجر ده اللي كان عنده كل النجوم اللي بيشيروا كاسات أوروبا مع ريال مدريد وغيره وما بتاخدش قالك خدوا اليورو خدتوا اليورو ازاي قالك لقد أفا علينا اتحاد الكرة بلجنة حكام رائعة فتقدمت الكرة مقولة خالدة البوشكش مش ممكن يعني فعصب الكرة هو التحكيم يا جماعة التحكيم مش ملوش مذاهب يعني خالص هو مذهب واحد بتطبيق اللوائح بتطبيق اللوائح أنا عاسف تطبيق قوانين كمان طبعا هو هو ما فيهوش ما فيهوش خالص ولا روحو تعالى بوكرة ما فيهو يعني الأهلي يعمل ليه أكتر من كده يعني من قوطة يومه بيضطر يحمي منتجه بدا أيمان لو عندك السيلة الزاتية للحاكم يعني احنا جايبين كده أبرز أرقامه السنة دي يعني قلنا المهم بالنسبة لنا هو الموسم الحالي عمل ايه خفير رخص يعني هو واضح ان هو حاكم يعني بدايته لو بنتكلم على بدايته عموما في الليجة تحديدا ومن موسم 2017 2018 موجود بيحكم باستمرار في الدوري الأسباني أو في الليجة زي ما بنقول كده وتقريبا متوسط ماتشاطه يعني ما بيكترش عن 21 مباراة في الموسم ما بيقلش عن 16 مباراة في الموسم فده برضو معدل جيد لحاكم زي أستاذ عصام كده قال يعني ده لو بنتكلم بوسا كابتن إسلام على الموسم الحالي يوحكم أدار 21 مباراة طلع 64 كارت أصفر وكارت أحمر واحد حسب 6 رقلات جزاء منهم 5 في الليجة في الدوري الأسباني حكم 17 مباراة في كاس أسباني حكم 3 وفي السوبر الأسباني اللي هي في السعودية حكم مباراة اللي هي واحدة من دربيات مدريد أتلة كوريال مدريد المباراة خلصت 5-3 في الإكستر تايم ده مشواره الموسم الحالي وحكم يوم واحدة برضو في الليجة آه في الليجة من المباراة تاتسوبر واللليجة وفي الدوري الأسباني كان ريال مدريد خسرها 3-1 هو زي ما قلت كده كابتن إسلام هو يعني حكم موليد 91 يعني مش كبير أو صغير أوي زي ما قلنا كده متوسط مباراة يعني كل سنة هو بيحكم له 16-17 مرتش في الليجة غير المسابقات الأخرى فأنا تمنى إن شاء الله أنه هو يعني يقدر أنه هو يقود المباراة كده لبارة الأمان هو آه ممكن يكون شوية في الإنذارات يعني إنذاراته ممكن تكون كتيرة شوية لكن هو ما بيتروتش كتير ما بيع ركلات الجزاء عنده بتبقى أعتقد بحساب وده شايفينه السنة دي يعني هو ست ركلات جزاء في 21 مباراة يعني نسبة معقولة تقريباً كم منهم كمان اتنين في مباراة في مباراة واحدة في الليجة فأنا أتمنى إنه هو يكون طاقم وأكيد جاي من غير يعني ما عنده مش خايف من حاجة ما عندهش إسابات مش ألقاد فإن شاء الله يخرج بالمباراة على فكرة يعني أجاد أو أخطأ يعني لو أخطأ هيقول لك ما هو حكم أجنبي لو أجاد حكم كده كده حكم أجنبي بالزبط كيف فالأمور بتعدي وده أحسن لنا وأحسن للبيراميز وأحسن للتعاد الكرة ولكن حلوة الكوملة لكابتن عسام قالها إن النادي القلب بنقوط يومه وبيحمي منتجه لإنه إحنا بندفع يعني مصاريف كبيرة بنصرف كتير على أقطاع الكرة وعندنا ده منتج بتاعنا إحنا بنحاول طالما المنظومة مش قادرة تحمي الكرة فخلص إحنا على الأقل لو إيه أنا بإيدي أنا بحاول على قد مقدرة أحمي منتجه في الآخر عشان ننزل ألعب في الظروف مناسبة جدا طب أيها لإن أنت اللي بتذهب ببطولة فبتروح عشان تاخد دولارات عشان تيجيب بيها شغلك علشان اللي بتاخد المديونيات وغلبتها وبتدفع مية ونور الأهل يصافي يا جماعة وده اللي بيزعل الناس منه لإنه مش معقول كل ما مسؤولين كبار يسألوا إيه فشلين الملمين اللي عمل الأهل طب ما يقول لازم يغلوا طب ما تغلوا ليه طب ما تشتغلوا الموضوع أسهل من كده بكتير يعني عملوا النموذج وطبقوه أعتقد أنه ده فعلا هيكون مصدر جيد جدا إذا كانوا يريدوا لأنه الأهل مش ضد ضغطات تحكيم ولا أي حد هي في الآخر منظومة بشر إنما ما يبقاش بقى على رأيك كابتن الإسلام فيها أرواح ومنجمنت ومش عارف إيه وضربات جزاء كرة ماء وحاجات كده يعني يصعب فهمها وبالتالي يعني نبحث ونرأ أو زي ما بيقولوا ويتن دي سي يعني بس هو الراجل ده من اللي هيميزه إنه الجمهور المصري اللي بيحب اللي يجع يبقى عارف شكله أنا شفت صورته من الحكام دائم التواجد زي ما أستاذ أيمن جاب لنا عدد مباراة وهو عدد ليس قليل يعني ها ها هو يا كابتن إذن خالينا ننتظر ماذا سيحدث خلال اللحظات القليلة القادمة ومباراة ينتظرها الجميع صراع خطط سويسري كروات يحمل شعار الفوز بثلاثة نقاط نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكامل أهلا وسهلا بحضراتكم مرء أخرى عزيزي المشاهدين جلبرتو خلينا برضو نستعرض أرقام بيرامدز يعني واضح أنه بيقدم نسخة جيدة ماشي أنا تدي الأول كده كابتن إسلام بيرامدز الموسم الحالي زي ما قلنا كده بيقدم نسخة مختلفة عن اللي احنا نعرفها عن بيرامدز جزء كبير منها هو المدرب الكرواتي اللي معهم اللي بمسك الفريق في فبراير وكانت قول مباراة رسمية لي في 14 فبراير كانت البداية برضو نتائج متزبزبة شاء الحد ما قدري سيطر على الأمور الفائل وهنبتدي أول حاجة ممكن نبتدي بأرقام نادي بيرامدز في الدوري نتكلم نهم حتى الآن لعبوا 27 مباراة حققوا 21 انتصار منهم 14 انتصار متتالي وده طبعا ريكورد بالنسبة لهم اتعدوا في خمس مباراة وخسروا في مباراة سجلوا 49 هدف وبالمناسبة 49 هدف دول في ترتيب الأقوة جوم في الدوري رقم 2 بعد النادي الأهلي اللي معاه 54 هدف بأربع مباراة أقل الهدف المتوقع بتاعتهم 87 هدف يعني هما جابوا 49 جوم من 87 هدف هدف متوقع وده برضو نسبة كبيرة انهم ده معناه انهم بيروحوا عجون كتير بيخلقوا فرص كتير محققة للتهديف ولكن نسبة استغلالهم بالنسبة للرقم ده أقل شوية يعني النادي الأهلي لما جبنا مع حضرناك الحلقة اللي فاتت لو تفتكر كانت النسبة سنادي أعلى من الهدف المتوقع بيسجل بشكل أكبر طبعا استقبلوا 17 هدف من 34 هدف متوقع وبالمناسبة وما طبعا أقوى دفاع اللي بعديهم من نادي الأهلي عشرين ولكن برضو فيه فرق أربع مباريات ما نديرش دايما نخفر بصالح النادي الأهلي كلين شيت 16 مباراة نسبة محاولاتهم على المرمى 410 محاولة منهم 149 محاولة صحيحة يعني 35% تقريبا الدقة بتاعتها سجلوا 5 أهداف من 6 ركلات جزاء ضيعوا واحدة بس معدل استحواز بتاعهم على إجمال المباراة 64% هو يعتبر من أكتر المعدلات في الدوري برضو من الفرق اللي استحوز بيتمرر كتير المعدل الدقة التمرير في المباراة الواحدة ممكن يوصل لـ 84% وعندهم هما بيعتمدوا على نسبة الكرات أو التمريرات الطولية كتير يا كابتن إسلام وده هنا الأرقام دي بتدينا ممكن نتكلف نقاط القوة بتاعتهم الهجومية نخش على طول على مايلي اللي هو هداف الدوري واحد من المهاجمين المميزين جداً اللي عندهم واخترته أنه هو بيسجل بطرق مختلفة بطرق متنوعة ودائماً متواجد داخل منطقة الجزاء فبرضو لو استعرضنا أرقامه كمان بالمسبة هو من أكتر اللعبين مساهمة أهداف الدوري 18 مسجل 13 رصانع 5 فنقدر نستعرض برضو أرقامه للناس نبين أن نقاط القوة بتاعت بيرامدز قبل ما نخش على نقاط الضعف يعني النهاردة لو بنتكلم على مايلي لعب 21 مباركة أساسي وخمسة كبديل 2031 دقيقة مشاركة سجل 13 هدف من 20 هدف متوقع ودي برضو نسبة جيدة جداً نسبة حيلة أو طبعاً عامل 29 محاولة نجاح على المرمى من 61 صنع خمس أهداف فالنهاردة مش بس الراجل بيسجل ده كمان بيصنع عمل بنتكلم التمريرات المفتاحية أو الكي باس لزميله 12 تمريرة وصنع 17 فرصة هو بالمناسبة زي ما قلنا كده أكتر لاعب صنع ساهم في أهداف في الدوري حالياً مع فريقه يعني اللي بيجوا اللي بعدهم بدول معناش أرقامه في الجدول كامل أكابتن لأ يعني حم نتكلم باستعراض للدوري يعني أكتر لاعب هو هداف الدوري حالياً ومع الأهداف اللي هو صنعها فهو ساهم في 18 هدف فمحدش لسه في الدوري حالياً ساهم في 18 هدف يعني مصطفى فاته 12 وسام أبو علي مسجل 8 وصنع 4 بالزبط كافة برضو قريب يعني ابتدأ يقرب النهاردة مصطفى فاتحي وفخري لكاي برضو من اللعيبة المؤسرة هم عندهم التلاتة اللي قدام يعني هو بيلعب دايماً أغلب الطريقة بتاعته 4-2-3-1 بتحول ساعات لـ 4-3-3 هي بتعتمد على اللعيب اللي زي وليدي الكارتي اللي في النص ده هل هيلعب مع الاتنين اللي في النص يبقى لي أدوار دفعي ولا هيلعب كصنع العيب فالنهاردة هو بنتكلم مصطفى فاتحي وفخري لكاي مع مايلي هم عاملين توليفة هجومية جيدة طبعاً إبراهيم عادل مش موجود فخلاص هو أكيد مش هيلعب المباراة اللي جاي فبنسبة كبيرة وليدي الكارتي هو اللي هيبدأ ممكن نخش على أرقام المدربة كابتن إسلام عشان بقاء نخش نقول للناس للنقاط الضعف عشان برضو نبقى الناس عشان الناس زي ما أستاذ عصام كده قالوا حقاً قلت الفكرة مش بينافسوا النادي الأهل لكن ما فيش رعب ما ينفعش يتصدر الرعب لك أو الخوف ولكن في نفسه أنت بتاخد حذرك بزاي بتاعت يا ريتشارد يقولون أنه هاكل خروفة على العشاء وبتاعمل في الدرجات بزاي فريق جاي جيد جداً هجومين وبيلعب كرة جماعية مميزة والنهارده المدرب يوريزيتش عمل معهم شغل كويس يعني واضح جداً شغله في الملعب هو مدرب برضو ليه تجربة عربية قبل كده مع النص الإماراتي وحقق ألقاب وليلة فهو برضو بيحاول نوع إيه يظهر بالشكل الأمس في تجارة مع بيرمز لعب معهم 21 مباراة كابتن إسلام كسب 16 تعادل فاربعة وخسر فيه واحدة دي كانت أمام مازينبي في بطولة أفريقيا مسجل معهم 39 هدف واستقبل 13 هدف منهم خمسة في أفريقيا يعني 13 دول منهم خمسة في أفريقيا وهو 3 صفر مازينبي واثنين الفريق اللي هو الموريتاني فهو الراجل إلى حد ما عامل شكل هجومي جيد ودفاعياً مش سايق ولكن بيرمز دفاعياً إيه المشاكل اللي بتظهر عنده برضو إنهو بنقول المكسب بيجيب مكسب معاه ولكن برضو هو ما لعبش الزمالك مسلا في الدور التاني لسه لعبش النادي الأقلي لمباراتين لكن هو بيقدر ممكن يبقى دخل فيه أهداف يحاول بيعاوه بقوة الهجومية هنستعرض كده الصور هنلاقي إن أبرز حاجة ظهرت في الأهداف اللي دخلت في الدوري مع الرجل ده فكرة الكورة العرضية أو إن تلعب خلف البكات أو المدافعين فالنهار ده مثلا ده مبارات فوتشر هما كسبوها اثنين واحد النهار ده الهدف ده كان كورنر وراح لعب فوتشر لعبها كورة عرضية بص عدد تمركزات لعب في الكورات العرضية هتلاقي فيه 2 متسابين لوحدهم وحتى اللي طلع لعبها بدماغه هو كان فيه معمان لكن ممسكوش بشكل كويس الكورة دي برضو هتلاقي اتكررت هنا في مطش البنك الاهلي ده راكل ارتنية اتعمل باص خلف هو الراجل لعب الوفر الراجل طلع حط الكورة بدماغه بشكل سهل جدا في نفس المباراة بتاعت البنك الاهلي هنا بنتكلم على تمركزاتهم في الارتدادات في المرتدات فالنهار ده البنك الاهلي قدر بتمررتين ان هو يعمل هجمة مرتدة ويروح بالكرة دي اللي زي ما شفنا كده والراجل عمل الباص لكريم بامبو اعتقد وسجل من هدف هنا النهار ده برضو نقطة ضعف موجودة فريق بيراميدز هنا فالنهار ده راجل صديق جول لعب الكرة راجل استلام وسط اللعبة عمل كمان باص لزميل اللي موجود وراجل شاط وسجل الهدف فالنهار ده هيا الفكرة كلها ان الفرقة هجومية عندها قوة هجومية جيدة عندهم حلول هجومية جيدة بيلعبوا على الاطراف ويلعبوا ملعبوا ويلعبوا عرضات ولكن دي تتكلم عن الشق الدفاعي والأربعة تقريبا ما بيتغيروش الشيبي وحمدي ومرعي وسامي اللي اربعة دول لو ما فيش حد فيهم عنده مشكلة هم اللي بيلعبوا مع يوروزيتش مشكلة ادارية مفيد ادارية او ايقاف او ازارات او دول دول بيلعبوا فهم دايما عندهم المشكلة دي واضحة فالنهاردة انت لعبت الالي ازاي تقدر تستخدم حاجة زي كده تقدر تستغلها وتجيب منها اهداف في نفس الوقت قوتهم اللجمية انت تقدر تتعامل معها بالتمركزات الجاهدة عندك فالنهاردة تقدر تعمل الانس ازاي انت يبقى عندك العنص الهجومي موجود وفي نفس الوقت ما تغلط قدامهم لانهم بيدغط على لعب سموح وكرة تروح لحسام حسن بيمررها وبيسجله اهداف فالنهاردة الفرقة عندها نقاط ضعف واضحة جدا تقدر ان انت تلعب عليها وتستغلها وتعدي المباراة بالنتيجة اللي انت محتاجة عشان خاطر المباراة اللي جاي اهم اهم يعني حاجة ان يلعب النجوم الاهلي واكيد طبعا ده بيبع على خلفية ما يتلقون من مديرهم الفني والطاقم بشخصية الاهلي يعني انت تنزل تلعب الماتش انا جاي هنا عشان اكسب انا محتاج ثلاثة بنت مع حضرتك تفضل سنتر ولا انا سنتر ابدأ على طول بالهجوم انا اعتقد ان هم بيلعبوا البلد انا اعتقدش في ماتش الاهلي اقدروا يستمتعوا بالبلد ابدأ على قد من التشكيل من وجهة نظرك سوز عصام اخيرا طبعا الشناوي اعتقد عبد المنام اه يعني طبعا الشناوي هو الوحيد العالم هو الراجل بقى عمل خلطة كبيرة وبرضو الجمهورنا خلي بالكم الشناوي لما بيقعد ما بيقعدش الناس فهم انه زعلان يا جماعة ده بيدي الفرصة للحارس الثالث عشان النادي الاهلي بقى عنده مصطفى ما شاء الله والثالث اللي هو جاي بعد كده لانه الدنيا ما هو اسلام شاطر اعلامي معنا ما فيش حد بيستأسر بالمكان هذا هو النادي الاهلي يا جماعة مش بقى عصله ما بيقعدش لا ما فيش كده في النادي مهم جدا جدا انه لقى احد يستأسر بالمكان وكل الناس دايما اهلوية ده الاهم يعني واللي ما يعرفوهش علاقة اللعيبة ببعض ومصطفى بقى والشناوي وانا عارف ده من سنين طويلة المهم طبعا عبد المنعم ورامي من وجهة نظري هتلاقي على الشمال طبعا كريم واعتقد ان عمر كمال عبد الواحد مهيئ انه يلعب باكرايت النص الملعب بقى انا حاس ان السولية ممكن يبدأ ومعها مروان وامام الفرو ده وسام والشحات وقلنا مين تاني عندنا الطرف التاني عبد الادر واحمل عبد الادر لا احمل عبد الادر وهيبقى معاك بقى وراك استراتيجية بقى ريدا سليم تقدر تغير ده المباراة معاك بقى اكرم ومعاك افشة ومعاك هاني وكهرباء ازا دخل طبعا برضو قوة بالنسبة لانه دي اللعبة كبار اللي اي فرقة تعمل حسابهم يعني صحيح انا مش حدش هيجي يعمل كبير علي الاهلي هو اللي بيعمل كبير علي حد ما احترام محدش هزا عني بس فهي شخصية النادي الاهلي لازم تكون سبقا لعيبة بدءا من فترات الاحماء لغاية بدء المباراة وده اللي ان شاء الله انا عارف انه ده الدور الطبيعي للجهاز ولعبة النادي الاهلي في المنازلات اللي الاهلي محتاجها هو كده حقيقي ايمن يعني مش اختلف كتير معاك وطبعا مش الناوي زي ما كولر هو صرح وقال وخلي بالك دي برضو هو كولر عامل رابكة للكل حتى دلوقتي عملها في حرصة المرمى يعني حتى حرصة المرمى اللي هي معتدين يعني شخصي زرسام قال تشكيله ممكن تح تقول تشكيله بكرة ان شاء الله او بعد بكرة بنسبة كبيرة الاقرب كريم فؤاد منعم رمي ربيعة محمد هاني مروان وإمام وأكرم عبدالقادر وسام والشحات يعني اعتقد دي التوليفة الاقرب من الشكل اللي احنا منشوف عليه الاهلي في الفترة الاخيرة هيتبدأ المباراة يعني لعب او اتنين اه مثلا عندي لاب وعندك استنوا عندي استنوا وده طبيعي لان الفرقة الحمد لله كلها الحمد لله لو قلت اي اسماع هتاجد ان الدنيا موهودين وحضرين وجمهور الاهلي موجودة كابتن اسلام التذاكرة خلصانة الحمد لله محدش هيستفزنا محدش هيخرج هايزن نلعب كرة هنخلص الماتش كرة ناخد ثلاث نقاط ان شاء الله بإذن الله والروح ان شاء الله ربنا يكرمنا بثلاثة نقاط جمهور الناحة التانية بقى يعني ربنا يستر بقى جمهور ناخد ثلاثة نقاط مهمة جدا ان شاء الله ان شاء الله يا رب تضاف شكرا جزيلا مشكورك كابتن ربنا خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل النجم الكبير كابتن عمر الحلواني في ضيافة البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي واضيف حضراتكم في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن عمر الحلواني زكا عمور كابتن اسلام حبيبا كابتن كل كويس زي الفولة كابتن مصر شايف مطش البيراميز ازاي مماشرة اه طبعا مطش مهم جدا نادل آلي الفترة فاتت ماشي الحمد لله بخطة ثابتة نادل آلي آخر 12 مطش كاسبان في الدوري وبرمز برضو كاسبان 14 فنادل آلي الفترة أخيرة عارفة وعايزة كابتن اسلام مركز جدا مستر كولر عامل روتيشن على أعلى مستوى كل اللعيبة بتأدي اللي عليها أي حد بيبقى احتياطي وبينزل زي عمر السولية بينزل بيعمل فارق جامد جدا كل اللعيبة مركزة النادل آلي عنده تلاتين لعيب مميز تلاتين لعيب على أعلى مستوى مستر كولر في التمرين بيبان اللعيبة المركزة وبيدي اللعيبة حتى بتلاقي بفاجئنا بطهر محمد طهر مطش قبل فات بياخد من الفزا مطش وقاله فترة ما كانش بيلعب الفترة فاتت بيلعب وبقادي على أعلى مستوى حسين الشحات بيلعبه مطشين وعجده وحسين احتياطي امام عشور المطش القبل اللي فات كان مريحه المطش الفات بيلعب فانا شاف اللي فيه روتيشن على أعلى مستوى اللعيبة مركزة اللعيبة دايما كابتن اسلام لعبة نادل آلي بالأخص بيحب لعبه تحت ضغط فانا مش هلقان من المطش بتاع برمز بالعكس انا شاف النادل آلي يتعود على كده اكتر من موقف النادل آلي بطل الدور النادل آلي بطل أفريقيا اللعبة كلها بتبقى مركزة في المطشقات الكبيرة بتلاقي اللعبة كبيرة انا مش هلقان مطش برمز كابتن اسلام انا متأكد النادل آلي هيعمل مطش قويس جدا النادل آلي هيبقى التفاصيل الزغارة بتاعتمسال كولر اكيد بيذاكر الفترة دي والعبة كلها بتذاكر عارفين المطش ده مهم جدا بالنسبة لهم عارفين المطش ده يعني بنسبة ان شاء الله الاهل الكسب المطش ده كابتن اسلام هيبقى بنسبة لا لا كلمنا بشكل انا وجهة نزري ان هذا كلام غير صحيح لا يعرفش نعمة نزر لا النادل آلي لو كسب برمز لا معنويا هيبقى أعلى معنويا في أربع مطشات ان شاء الله الاهل يكسبهم هيبقى فارق بدم هيبقى فارق نقطة هيبقى فارق أربع نقط فده طبعا انتقول اللي انت عايزه لكن انا من وجهة نزري دايما ان مثل هذه المباراة بتديك أريحية معنوية على نادي بيرامدز المنافس دلوقتي اللي بتتنافس معاه ولكن في نفس الوقت انا بشوف ان لو كسبت هذه المباراة مش هتاخد الدوري لو قدر الله خسرت هذه المباراة مش هتخسر الدوري لسه بالنسبة لك لسه عشر مطشات انا معاك كابتان اسلام بس المطش دا لو كسبته لا هيخلي الفرق ان شاء الله معدل الاربع مطشات اللي هنلعبهم هيبقى فرق اربع نقط فالموضوع هيبقى كويس جدا معنويا الاهل هيبقى ان شاء الله راكب الدوري معنويا هيبقى النادي الاهلي كسبان بيرمز اللي هو اول دوري دلوقتي وفارق بينه وبينه اربع نقط 11 نقطة وفارق بينه وبينه اربع مطشات فانا شايفة كابتان اسلام المطش دا مهم جدا لعبة النادي الاهلي المطش دا هيبقى اللعبة مركزة جدا المطش دا عارفيني اللي مطش الاهل وبرمز الفترة اللي فاتت بيبقى المطشات بتبقى صعبة جدا بس انا متأكد اللي لعيبة تحط في الموقف دا كتير جدا كابتان اسلام لعيبة بين اوي واخدين مطش بمطش لعيبة بين اوي كنت بكلم مع معظم اللعيبة مبارح لا مركزين اوي كابتان اسلام مركزين اوي لعبة كل واحد عارف اللي لي واللي عليه اللعبة حتى الاستشفى بيعملوه على اعلى مستوى كنت بكلم حتى مبارح لعبة كنت بكلمه هل احنا في الاستشفى يعني هنخلص و هنكلمك اللي هو مركزين اوي في الموضوع بتاع الاستشفى في موضوع بتاع التمرين موضوع اهم دلوقتي مستاذ التوقيت زي ماما كنتشفي كده زي ماما كنتشفي كده فاللعب نفسه بقى عارف اللي لي واللي عليه وعارف اللي بيكسبه وعارف اللي بيخليه بها كويس فده في حد ذاته وده كده لعبة بروفاشنال لعبة عارفة ايه ومركزين اوي اللي هما ان شاء الله ياخدوا الدوري ويكسبوا الموضوع الجهة بإذن الله تقليمك لفريق بيرمت بوصة كابتان اسلام بيرمت السنة ده عمل موسم استثنائي بصراحة يعني عمل موسم استثنائي عمل يعني اللعبة بدأت تحس اللي هي بقالها ثلاثة ربع سنين بيقاب نفسه على دوري بس ما بياخدهش دوري بياخده تالت رابع بيخشوا كونفودرلية بيخش في أفريقيا السنة دي اللعبة عاملين ماتشات كويسة جدا وحسوا كمان المكسب بتاعهم كابتان اسلام حتى الناد الأهل ما كانش بيلعب معهم في الدوري في توقفات عشان بطولة أفريقيا فاللعيبة بيرامدز لعبة ماتشات الماتش خلاهم يكسبوا التاني التالت فحسوا اللي هم بيبقوا رايبين اللي هم ينفسوا على الدوري ما كذبوا 10 ماتشات كذبوا 11 في 12 فاللعيبة حست اللي هي بقت موجودة بينها وبين نادي الأهل بقى فيهم نفسها على الدوري ونادي زمالك بيعد عن الدوري تماما فهي اللعيبة حسة بنفسها فأنا شايف اللي السنة دي بيرامدز بصراحة عاملين موسم يعني مميز بالنسبة لهم حتى السكوات بتاعهم سكوات مميز وعملين لهم لعيبة كويسة قوي بس مع العلمة كابتن اسلام سكوات بيرامدز مش بنفس الخبرة ولا الكوالاتي بتاع الند الأهل يعني سكوات بيرامدز لعيبة مميزة جدا بس مش بتوع بطولات ناخدوش بطولاتها بكده لعبة الند الأهل لعيبة على أعلى مستوى سكوات عالمي لعيبة كل واحد عارف بطولات كتير المدرب بتاعهم برضو ماخدش بطولات كتير ولكن ماخدوش بطولات خالص ممكن يكون دفع ليهم طبيعي بس وممكن يكون سترس ليهم يعني ممكن يكون الفاتر الفاتر كان بيكسبهم بشوات عشان العلم كانش بيلعب عوجة نظري ند الأهل كان ببره كان بيلعب عفريقيا وكانش موجود في الدوري فهي بيرامدز عمال يكسب ماتش واثنين وثلاثة واربعة لما ند الأهل الليل دولتي عمليSuper حتى بيرامدز تحت تحت استرس حتى بيرامز الإقونة بتاعة بيرامدز اللي هما بتحطوا تحت استرس جديدة عليهم مش معطوطين قبلي كده تحت استرس بالعكس granted أهلي ند الأهلي أصلا يعني تحس بالماتش ده عكس بيرامز خالص لأ العبها ستبقى مركزها 100% حتى تدافع بتاع ناد الأهلي هيبقى أكتر من دوافع بيرامدز كابتن السليم بيرامدز 68 نقطة من 27 مباراة نادي الأهلي في المركز الثاني 57 نقطة من 23 مباراة فقط أربع مباريات فارق أعتقد أن دي أرقام لا محد يشوف هذه الأرقام يعرف أن زي ما أنت قلت أن الضغط بيمثل أو ضد نادي بيرامدز أكتر من النادي الأهلي طبعا طبعا كابتن قبل كده الأهلي مكانش بيلعب الدوري فكان حوالي أكتر من 17 ماتشي الأهلي ملعب همشي ويرامدز أعمال يكسب ده طبيعي بس نادي الأهلي بيكسب كمان اللي عجبني في نادي الأهلي 11 نقطة نادي الأهلي كمان اشتغل بهدوء يعني بهدوء ماتش بماتشه كل ماتش ليه تشكيل كل ماتش ليه أسلوب معين كل 3 نقطة لعبة دافع الماتشي اللي بعديه بدليل هما كذبوا 12 ماتش على التوالي كابتن اسلام من نادي الأهلي آخر 12 ماتش نادي الأهلي كسبانه زي بيرامدز كسبان حوالي 13-14 ولسه فيه عند النادي الأهلي 4 ماتشات فرق فالدوافع بتاعت النادي الأهلي أنا بقول لك كابتن اسلام ومتؤكد لا أكبر من النادي بيرامدز النادي بيرامدز دواتي محطوط تحت ضغط يعني أنا واصف مليون في المئة النادي بيرامدز ينزل ماتش يوم الجمعة لا متوتر فيه توتر فيه أول مرة تحطه في المواقف زي ده أول مرة ينفسه على دوري مع النادي الأهلي طول الوقت كابتنفسه هو والنادي الأهلي ومش فارق نقط فارق بناقط فارق في السنة دي الفارق مع النادي الآن لخلاص اللي هياخد الدور للأهلي ليرامدز فتلاقيه طول الوقت تحت استرس طول الوقت باصس نادي الأهلي مش باصل حد نادي الأهلي باصل نفسه باصل ماتشاته بيركز على كل ماتش ماتش بيرامدز ان شاء الله يكسابه الماتشات اللي بعديها بياخد ماتش بماتشه فاناشيا في اللاعبة تبقى مركزة بعكس نادي بيرامدز حتى طريقة اللاعب بتاعتهم وده من اللاعب هتتغير تماماً عشان هو برضو خايف يخسر وهو حضف دماغه لو مكسرش يعني لو مكسبش وميخسرش كابتن اسلام فهتليه مركز على مفتاح اللاعب النادي الأهلي ومركز في كل المتشاط التسعين دية بتاعت النادي الأهلي كابتن اسلام هم ما يميز بيرمتز يا عمر؟ النادي بيرمتز عنده سكوات هايل عنده مصطفى فتحي عمل موسم هايل جداً عنده الشيبي في الدور وعمل أسستات وعمل عنده حلول شي بيعمل برضو موسم هايل فيه أكتر من اللاعب عاملين ماتشاط هايل السنة دي بس دول أكتر اتنين بالنسبة لكابتن اسلام اللاعبها بفراجع ماتشاط الدور كلها بس ثم هايل مثلا؟ هايل بيجي بجوان بس عنده اكشن ماشي بس تمام كابتن بس ما بدي الاكشن مستوى اللي هو كل ماتشة عنده تمانية انا بفراجع ماتشاط كلها كابتن اسلام لعبة بيرمدز لعبة على بعضها لعبة هايلة بس انا بتكلم على اللعيب اللي بديك كل ماتش تمانية وتسعة من عشرة مصطفى فاتح بديك الشيبي بتلاقي لو جدت بسيط على تمانين في المية من نجوان بيرمدز اتلاقي الشيبي هو اللي عملها او مصطفى فاتح جايبها او عامل اسستات بلعبوا جابة واحدة بصراحة الاتنين دول بصراحة عاملين موسم استثناء بالنسبة للبيرمدز وعملين حالة كل لعيبة لعيبة وميازة بس مش بنفس الاداء ممكن الواحد يدي لك ماتش سبعة من عشرة التاني ديك ماتش خمسة من عشرة مش بنفس الاداء اللي هو يدي لك بالنسبة للبيرمدز طيب هل ده يتم مقابلته من النادي الاقلي بان انا العب يعني مثلا لو كريم فؤاد خلال الفترة الاخيرة هو اللي بيلعب في المركز الشمال يطلع يضغط من قدام ولا يستنى ورا ما هو ألعب عليهم ضغط هجوميا ولا استنى في مثل لان انا عندي مصطفى فاتح الجابهة دي تحديدا يعني مصطفى وشيبي بصرا كابتن اسلام يعني كريم فؤاد الفترة فاتح عمل بصراحة مطشاط هيلة دفاعيا يعني عشر هو بيلعب نحت شمال هو اصلا مش اشور بس عملها دفاعيا بصراحة الاعلى مستوى واللي قدام هو هو اللي بيشتغل ان كان حسين الشحات ان كان نحمى عبدالقادر ان كان طار محمد طهر اللعبة دي كلها هو دايما بيبقى مكمل معاهم انا شايف اللي كريم دفاعيا مميز قوي فلازم ياخد باله من مصطفى فاتح مصطفى فاتح بيعمل اكثر من لعبة في البتشار مصطفى اللي جوه و بصراحة ال недا مصطفى مليون في المية كريم فؤاد بفرج عليه مرة وثانين وثلاثة و هم كانوا مع بعض في الفتر في مصر فاكيد عارف مصطفى فاتح بيعمل ايه و الحاجات اللي هي المميزة عنده و الحاجات ليخوش الجوه بيعمل ايه و يخرج لبارة و يعمل ايه اكيد مصطفى كريم فؤاد مر عليه اكثر من لعب زي مصطفى فاتح و في افريقا و مشات صعبة جدا فأنا مش قلقاه من الموضوع ده بس التشكيل بتاع نادلقى لكابتن اسلام والشيبي برضو لعب مميز بس انت ممكن لكابتن اسلام وحسين الشحات لو لعب لا الشيبي حسين الشحات هيبقى لعب مميز عنده واحد ضد واحد جميل جدا الفاتر اللي فاتت ما بينزل أو بيلعب أساسي الماتش اللي قبل الفات خد ما نقفز ماتش الماتش اللي فاتت لما نزل عمل فرق بين الشوتين ده شاف الحسين الشحات الفاتر دي فاي لو لعب على الشيبي لا هيروح واحد ضد واحد مش هخلي الشيبي حتى يطلع يعمل كرصات كتير بدليل إحسين الشحات بيدافع كواس جدا وبهاجم كواس جدا فهيوقف الشيبي الجابهة دي هتوقف إن شاء الله مع كريم فؤاد وإحسين الشحات بإذن الله طيب هنكمل كلامنا مع كابتل عمر الحلوالي ولكن بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عمر برضو الناحية الهجومية في نادي بيرامدز ناحية قوية وكل حاجة ولكن على الجانب الآخر النادي الآلي وخاطة فعه واحد من أفضل خطوط الدفاع في هذا الموسم واحد من أفضل خطوط الدفاعه مش في الدورة في أفريقيا بدليل نادي الآلي خد بتوط أفريقيا عندك عب منعم عندك كرامي لو جاهز ياسر إبراهيم لعب مميز كريم فؤاد ناحت شمال محمد هاني بقراءة متخب مصر ولعب أكتر من 200 وحاجة مطش في الدور المصري وأكتر من 20 مطش في متخب مصر فلعبها تقيلة جدا مرت الزروف دي عليهم أكتر من مطشة كاب الإسلام لا اللعبة دي ما نشايف حتى الفترة فاتت اللعبة كانت مركزة جدا وكان فيه يعني مركزين مع بعض التشكيل حتى كان الفترة فاتت اللعبة مركزة قوي مع بعض اللعبة بقى حافظة بعض قوي اللعبة بقى عارفة لهم عايزين إيه اللعبة بقى تمركزة هدفهم واحدة اللي هو الدوري فحتى تلاقي لما محمد عبد المنعب موجود دايما تلاقي كريم فؤاد جنبه دايما تلاقي ياسر إبراهيم أو رامي ربيعة دايما ياسر برين مع الكور RH على طول موجود معاه تلاقي أكرم توفيق على طول بلوكي مع كريم مع محمد هاني مع عبد منعم تلاقي إمام عشور دايما تلاقي طول وقت بيدافع مع أكرم توفيق طول الوقت تلاقي مروان عاطية طول الوقت موجود إمام عشور بوكس تو بوكسي يرايح جاي لا تلاقي لعبة كابتن فيه نغمة جائعين تلاقي اللعبة fuer побنبوا بعد من كتر المطشط اللعبوها مع بعض المكسب بيجيب مكسب اللعيبة وحافظت بعض لما بتلعب مع لعيب جنبك ماتشو واثنين وثلاثة واربعة وخلص خلص انت حافظته حتى بالعين حافظته اللعيب اللي جنبك حتى بتبع عارف عيوبه وميزاته ممكن تروح تساعد جنبه ممكن تروح جنبه في الكورة بتاع الدفاعيا وهجوميا فانا شايف الدفاعي النادل أهلي مش بس الخط اللي وراء دفاعي الـ 11 اللعيب أو العشرة اللعيبة كلهم مع بعض بلوك ودفاعي النادل أهلي كمان بيبدأ من وسام تلاقيه طول وقت موجود بيدافع مع اللعيبة في الكورة السابتة ومن قدام فانا شايف اللعيبة ميزاته النادل أهلي فاترة كابتن اسلام الكل اللعيبة بتدافع مع بعض وبيهاجموا كويس جدا طيب النادل الأهلي بيعتمد دائما على الأطراف وهي من أهم ما يميز بيرامدزه لكنها أيضا نقطة ضعف واضحة البيرامدز بص كابتن نقطة ضعف في بيرامدز الدفاع الدفاع بتاعهم مش على أعلى مستوى حتى تلاقي كمية اللجوان اللي دخل فيهم يعني مثلا ممكن بيرامدز يكسب تلاتة خش في جنين يكسب اتنين خش في واحد ممكن يكسب اربعة يخش في جنين اربعة اتنين فطول الوقت طول المطشاط تلاقي في جوان دخل فيه يعني لو جدت على هذا بتاعت اللجوان دخل بيرامدز تلاقي أرقام كبيرة فدفاعيا بيرامدز حتى مش بيركز في الكورة السابتة الكورة السابتة عند بيرامدز ضعيفة جدا كابتن إسلام، القرار والكور السابتل على الأجناب، حتى الكورسات اللعيبة بتقديق الدفاع بيقفوا غلط، ما بقفوش مانتو مان، ما بقاش مركزين، حتى أحمد الشناوي الحرس المرمى بتعبيرها. كنت أسألك عن هذا الأمر، حراسة المرمى في بيرمتز؟ يكون هايل طبعاً، بس عنده عيب صغير كابتن الكور اللي بتشاط عليه من بعيد ما بقاش مركز، وكمان أحمد بيركز التسعين دقيقة، طول وقت حسب، ممكن يركز عشر دقيق، وطول خمس دقيق، يركز عشرين دقيقة، يعني حسب، طول وقت عملت عليه برش، طول وقت عملت شوط عليه وتحت ضغط، لا أحمد ممكن يغلط أكتر من كورة، طول وقت حتى في الكور القران والفاولات ما بيطلعش عليه خلاص كابت إسلام، فأنا شايف الدفاع أحمد الشناوي، لا لو إحنا ضغطنا عليه من قدام، واللعب نادي الأهل عطول طول وقت عايزة أكسب، لا ممكن يبقى نقطة ضعف ونكسب إن شاء الله بإذن الله بإذن الله كيف. طيب، على الجانب الآخر، أنت بالنسبة لك حراسة المرمى والدفاع واحدة من أهم الخطوط والمميزات اللي عندك على رغم من أنت دخل برضو فيك هدف كتيرة في هذا الموسم، يعني بالنسبة لنا لما يخش فيك 18 هدف، والله أكتر شوية، تبقى الأمور بالنسبة لنا صعبة جدا. يعني أنا شايفة كابتن إسلام، الـ 18 هدف آه يعني هو رقم كبير، في فاتر الفاتر، يعني 18 أو 19 هدف رقم كبير، بس هي معظمة بتبقى من كورسة بتقى دربة جزاء، يعني مش حاجات مثلا واحد اد واحد، يعني حاجات اللي هي أوكي خلاص دربة جزاء، الحاجات اللي هي مبينش عيوب الدفاع قوي، مبينش مثلا مش غلطة مثلا من مدفعي، ممكن مرة مثلا عم من أم يغلط طبيعي، ممكن يغلط مرة طبيعي، بس مش الغلطة طول وقت متكررة، وكمان الدورة دي السنة ده كابتن مش يعني دل أهل دوري صعب، فالناس برضو عايزت تكسب وعايزت تجيب جوان، فطول وقت، كمان اللعبة كمان تبقى مجهدة، جاي من أفريقيا بلعاب دوري، بلعاب كل 3 ايام ماتش، فبرضو ممكن التركيز بتاعه ببقاش 100%، فانا شايف للـ 18 جون أو 19 جون، اه كتير بالنسبة للنادي الأهلي، بس بالنسبة للدوري، للدوري كله، هتلاقي من أقل الفرق داخل فيها جوان النادي الأهلي، يعني حاجة كده، فانا شايف التركيز الفترة اللي فاتت تاع النادي الأهلي دفاعيا لا، لعبة مركزة على الأعلى مستوى، ممكن جوان اللي فاتت كان فيه جوان بتخش عشان كان مركزين في أفريقيا، ومركزين في الكاس، ومركزين في كذا ماتش، فاللعبة حتى كان فيه روتوشن كتير، الفترة دي اللعبة مركزة حتى دفاعيا، تلاقي الفترة اللي فاتت ما بيخش جوان كتير، ممكن جوان أو 2 أو 3، بس الأهلي كان بيجيب كتير، فانا شايف الفترة اللي فاتت الأهلي مركز دفاعيا كويس جدا يعني أنا كب. شايف إزاي أداء الهجومي وبنسبة لوسام أبو عالي خصير وصل الهدف رقم 8، يعني أو المساهمات رقم 12 مساهمة. أنا أول يوم جيت لحظة كان فيه وسام قلتلك ده فيرود النادي الأهلي، ده ستايل النادي الأهلي، صحيح؟ لعب كبير، لعب عنده شخصية، لعب هداف، لعب كمان الحريف، يعني بيعف يلعب كورة، بينزل تحت البوكسي، بيباصي، بيلعب بدماغه كويس جدا، بيجيب جوان حتى صعبة، شخصية نادل الأهلي كابتن إسلام وسام، وكمان لسه، لسه عنده كتير، يعني وسام ده من نوعات اللعبها كابتن إسلام لو لعب 10 ماتشات، غير لعب 15، غير لعب 20، غير لعب 25، غير لعب 30 ماتشات، غير قاعد أو 2 في نادل الأهلي، أنا شايف لو سام ده إضافة كبيرة للنادي الأهلي، لعب كبير من نص فرصة بيحرص هدف، بشروط الدربات الجزاء، بسطايل حلو جدا، بينوع في الدربات الجزاء حتى اللي بيجيبها، بساعد زميله، بيعمل أسستات، فأنا شايف اللي هو بصراحة صفقة نكحة جدا للنادي الأهلي، السنادي وسام عمل موسم بالنسبة لي هاي يعني، الدوري المصري السنادي شايفه إزاي في ظل التقلق النادي الأهلي ومن بعده نادي البيلامتس؟ بصرا جابت الدوري السنادي، يعني اللغبطة اللي حصلت، هو الدوري السنادي صعب، مش سهل يعني، لا مش سهل، مفيش ماتشات سهلة خالص، بس باللغبطة اللي حصلت الفترة الفاتتة، التحكيم على النظام الدوري، على الحاجات، ما خليها الناس، حتى توقيت الماتشات برضو الساعة أربعة، ما خليها الناس بيقاتش محكة زمية في المية، يعني، الفترة اللي فاتت، فانا شاف اللي هو دوري صعب جدا، دوري من الغد دلوقتي منتش عارف مين اللي هينزل ومين اللي هياخد الدوري، نقص النادي الآن حوالي ناقصه عشر ماتشات، وبرمز ناقصه حوالي أربعة، خمس ماتشات، منتش عارف مين اللي هياخد الدورة كابت الإسلام، حتى في الهبوط برضو، منتش عارف مين اللي هينزل، آه ممكن الدخلية بقى نسبة 80% هتنزل، بس الفرقة التالية، رسميا لسه، بس بالوراء وبالقلم ممكن تنزل، بس فيه فرقة 2-3 لسه متعرفش مين اللي هينزل، فالدوري صعب جدا، السنة دي متعرفش مين اللي ياخد دوري ومين اللي هينزل، فدي حلوة الدوري، فانا شاف اللي الدوري صعب، وانا شاف كمان اللي النادي الأهلي، يعني الحاجت دي كلها مرة على كابت Content Islam، يعني المرة عليه السنين كتيره كل سنة بيبقى الدورة أصعب من اللي القبلي، فاللعب Io بتاخد خبرة كل سنة، فانا شايف اللي السنة دي الدوره صعب، بس النادة الأهلي مركز، وتحط في الموقف دي كتير جداً، فهيقدي نفس الأداء اللي بيقدي السنة اللي فاتت، وان شاء الله، تمنى ان شاء الله بإذن الله يأخد الدور إن شاء الله بإذن الله، مين اللي هلعب ان شاء الله يوم الجمعة من وجهة نظرك؟ أنا شايف شناوي هيلعب كريم فؤاد محمد عبد المنعم ياسر إبراهيم محمد هاني مروان عطية محمد هاني مش عمر إيه مش عمر لا هاني طبعا هاني أنا شايف كابتن هاني عمر لعب مميز جدا بس أنا شايف عمر لما بيبع احتياطه بينزل بيعمل فرق كابتن يعني بيبع نازل فراش قوي بيعمل أسستات لعب مميز بس أنا شايف محمد هاني هو اللعيب الأساسي في الباكرايت في النادل أهلي مستر كولر محتمد عليه طول الوقت لعيب متخمصر اللعيب أكتر متشاط في النادل أهلي لعيب مميز عنده دفاعيا وهجوميا شايف لو عنده خبرة دلوقتي كابتن إسلام محمد هاني بازم يبقى مكون موجود نشايف المروان وأكرم وإمام عاملين حالة هيلة حسين الشحات ووسام وطهر محمد طهر كابتن حسين الشحات ووسام وطهر محمد طهر أحمد عبدالقادر المطشي الفات لما لعب ما كانش لسه في أحسن حالاته أنا شايف لو هو ممكن المطشي دي بقى موجود على الدكا وينزل يعمل فارق أحمد عبدالقادر لعب مميز جدا واحد من الناس بحب لعب أحمد عبدالقادر جدا عنده شخصية ما بيخافش بيروح واحدة دواحد لعب مميز ملك فارق في أي وقت أنا شايف اللي هو لسه موضوع الإصابة لسه مش فت مية في المية فليبقى ليه دور بدل ما يلعب 90 ديئة ممكن يبقى يطلع مجهوده كله في 30 ديئة أو 35 ديئة يفيد النادل أهلي فأنا شايف لحما بقدر لو قعد حتاته ونزل 30 إلى 35 ده هيدي النادل أهلي المية في المية بتاعته ويعمل فرق مع النادل أهلي إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله ربنا أكرمنا في هذه المباراة مباراة مهمة ومباراة صعبة ربنا أكرمنا فيها النهاردة إنجلترا بالمناسبة كذبت هولندا 2-1 ووصلت للمباراة النهائية إذن المباراة النهائية ما بين أسبانيا وإنجلترا مباراة حلو بصا كابتن أنا من ومين نهائي اليورو أنا من ومين من ومين تسألت نفس سؤال قلت أسبانيا وإنجلترا قلت نهائي اليورو أسبانيا وإنجلترا فأقرب صحيح أقرب لتنين أسبانيا وإنجلترا واللي هياخد البطولة دي إنجلترا 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 اللعبة بتاع تانجلترا كابتن اسلام لعبة اسكواب بتاعها غير طبيعي ممكن يكون مدرب اقل واحد في المنظومة كلها هو المدرب بس اللعبة كلها عندها شخصية اللعبة كلها عارفة يا عزيزة ايه اللعبة كلها السنادة تلاقي مركزين جدا بس ممكن يكون هو اقل واحد في المنظومة بس فيه وقت انا 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 في لعبت يعني اللعبة الشخصية لعبة منتخب انجلترا مركزين جدا وما كسبوا حسوا لا الموضوع قريب لما يوصلوا نهائي انا بقول لك كابتن اسلام اسبانيا برضو عاملة مطشط هيلة وعندها لعبة جامدة جدا ولعبة يعني بيمتعون اكتر فرقة من بتاعنا في اليورو هي اسبانيا بس انا بقول لك كابتن اسلام انجلترا هي اللي هتفوز باليورو انجلترا لاتفوز باليورو بقين اسبانيا عاملة شغل جامع جدا احسن فرقة في البطولة بس النهايات ما بتتلعبش يا كابتن النهايات بالنتيجة بالزبط كده يعني ممكن اعمل اداء كويس جدا واخسر فهي رأيك اللي بيحصل مع المتخب الأولمبي والله يا كابتن انا يعني الأولمبيات دي انا كنت واحد من الناس يعني كان كنت في المتخب الأولمبي كان أمنية حياتي لعب أولمبيات كان في الصين بس احنا ساعتها المجموعة بتاعتنا كتبختلف عن دلوقتي كان نلعب مطش رايح جاي اللي يكسب هو اللي يروح أولمبيات غير المجميع وغير أفراكيا والحاجات دي كان أمنية حياتي نلعب أولمبيات في حاجة كبيرة جدا أولمبياتها كابتن اسلام فاللي بيحصل منتخب مصر انا مش مصدقه يعني كنت بطفال انا مش مصدق اي نادي مش عايز يودي اللعبة بتاعته او الناس مش عارفة تودي اللعبة بتاعتها اللعبة المميزة او اللعبة الكبيرة او اللعبة زغارة بالنسبة لي انا كنت مصدوم منتخب مصر هو فوق المنظومة كلها واي حد بمدير الفني بيشاور على اي حد يروح المنتخب مصر ايه المشكلة انا مش عارف ترتيبات الدورة يا كابتن بس ايه المشكلة اه طبعا طبعا سلامك مزبوط فيها اه ايه المشكلة اما الدورة توقف وياخد اللي هو حيز ايه المشكلة انا معرفش الترتيبات اه انا معرفش الترتيبات اه طبعا ولكن اللي حصل النهاردة كمان في اللعبة يعني مفوك كانت نهاية سافر النهاردة وبعدين فجأة قالك اصبر شوية ما تقريبا الفيزا ما تعملتش في حاجة اسمك كده انا مش عارف طب الناس بتوع من التخف في حاجة اسمك كده انا مش عارف ده جديد عليك جديد علينا كل مثل هدي الامور وموضوع بقرضه بتاع اللعيبة يعني من نادل الاهلي ودى اللعيبة بتاعته من اول يوم اه تفضل حتى موضوع ماتش بتاع اه برامدز اللعبة الصغيرة اه اللعبة بتاعتنا بتاعت نادل الاهلي الالعاب الاولمبية دايما بتبقى في الوقت ده عشان ما بقاش في دوري ولا في بتاع فانت طبعا الموضوع بالنسبة لك ان انت بتلعب دوري لغاية عشرة ثمانية ولا خمستاشة ثمانية صعبة اوه كابتل صعبة جدا حاجة صعبة جدا صعبة جدا كابتل ولازم نبدأ بقى في ظل الظروف صعبة كابتل احنا السنة جاء لازم نبدأ من اوله جديد لازم نعمل منظومة من اوله جديد لازم نقعد مع ناس يعني بتحط الجدول من اول يوم لاخر يوم تحط متشاط افريكا تحط متشاط الدورة تحط متشاط الكاس يبقى اللعب داخل عارف اللي هو من اول يوم هيلعب لغاية اخر يوم هيلعب فالسطيل بتاعه هياخد اجاسته امتا هيعمل متشاط بتاعته بطولة السوبر بطولة حتى كمان النادل اهل كابتل الاسلام السنة الجاي عنده متشاط كتير جدا صعبة عندك بطولات كتير قوي فلازم يتحطله من دلوقتي الجدول لازم الناس تبقى عمل حسابها عمل حساب اللي ندلقال هيلعب كذا بطول أكثر من 4-5 بطولات السنة جاية ممكن ندلقال السنة جاية كانت سنة يلعب أكثر من 70 مطش ندلقال السنة جاية ممكن ندلقال أكثر من 70 مطش فلازم الاتحاد الكوري بعارف الموضوع ده ومرتب له ومرتب الدوري من أول يوم لآخر يوم عشان كل الأندية تبقى عارفة لليها ولي عليها فأتمنى ده يحصل إن شاء الله السنة جاية عموماً نتمنى التوفيق يا رب في المنتخبنا الأوليمبي في المباراة القادمة لأنه يحمل منتخب اسمه ومنتخب مصر كلنا هنبقى بظهره منتخب مصر الأوليمبي كلنا هنبقى بظهره خلال المرحلة القادمة أنا بشكرك جداً يا عمر على وجودك معنا ودايماً بتبسط بوجودك معنا حبيبة كابتن إسلام يعني أنت أخوات كبير وبتشارفة لعبتي معاك في الناد الأهلي طبعاً كنت لعب كبير أولاً كابتن إسلام كنت بقى كراية على أعلى مستوى فكنت من أصعب الناس اللي أنا بقى قدامك كنت بقى شاء الهمك شاء الهمك قوي وإنت بتلعب قدامي يعني شارف له موجود ومبسوط أن أعطبك على طبع أنا مبسوط وأنا موجود معاك أنا بشكرك شكراً جزيلاً كابتن عمر الحلواني زي ما قلت لحضراتكم إن شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة يوم الجمعة اللي جاية وتبقى أنا متأكد أن 15 ألف المتفرج حيكون متواجدين لمؤذرة ومساندة ودعم النادي الأهلي في هذه المباراة زي ما قلت لحضراتكم طوال هذا الأسبوع مباراة مهمة مباراة صعبة مباراة طليقة بالدورة المصر إن شاء الله نشوفها يوم أو بأهم فريقين في الدورة المصر دلوقتي سواء نادي الأهلي أو نادي بيرامدز إن شاء الله لكن هذه المباراة لو ربنا كرمنا وكسبنا مش معناها أن احنا خدنا الدورة لو لقدر الله حصل أي حاجة تانية مش معناها أن احنا خسرنا الدورة لسه للنادي الأهلي عشر مباراة ولسه للنادي بيرامدز بقية مباراة عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة ومجمع أمام بيرامدز زي ما قلت لحضراتكم قبل كده جميع المباراة أو مباراة الأهلي وبيرامدز ستلعب بدلا من الساعة السابعة ساعة تسعة بالليل إن شاء الله في استاد القاهرة إذن سيكون الستوديو التحليلي لهذه المباراة بداية من الساعة السابعة كانت هذه حلقة نهاية الإسبوع في البيت الكبير أنا بشكركم شكرا جزيلا وإن شاء الله ألتقي مع حضراتكم وحلقة جديدة من البيت الكبير